سهيلة كانت بتسأل إن هي لا تقرأ ولا تكتب بتضع أصابعها على المصحف وتمرر الأصابع على المصحف من باب الاستقناس به لا حرج من ذلك ولو طبعا قصد الإنسان بكده التعلم ورعاية المصحف وإنه يستقنس به فلا حرج لكن أنا بنصح دايما إن إحنا بنتعلم أكيد عندنا أبناء قارب حد يعلمنا نقرأ ونكتب على قدر طاقتنا وما أجمل إن الإنسان يسعى في تعلم اللغة العربية كتابة وقراءة لكي يتعلم عبادة القرآن الكريم